قرار الرائع الجميل الخاص بالعفو الرئاسي عن 85 غارمة وغارم زي ما اشار زميل العزيز محمد وده واحد من اجمل واروع القرارات اللي دقب على اتخاذها الرئيس انه مصر بلا غارمات النهاردة عزيزي المواطن عزيزاتي المواطنة تقدر تقف كده بملو الفم وتقول مصر بلا غارمات لانه قرار العفو صدر ومع صدور القرار وقبل الكلمة كانت بالفعل وزارة الداخلية مشكورة بدأت اجراءات الافراج عن الغارمات والغارمين وزي ما كان بيقول الرئيس قاله فيه كمان مساعدة وكان بيكلم معه معالي وزير الداخلية ان المساعدة خارجة من الداخلية مباشرة فحتى معالي وزير قاله بس بتوجهات سيدة كفندم قاله المساعدة خارجة من عندكو انتو عشان تبقى المسألة واضحة عشان تبقى المسألة واضحة لما يبقى فيه رئيس مهموم تمن سنين بان مصر تبقى بلا غارمات اعرف ان هو رئيس انسان بالمعنى الكامل والحرفي والدقيق بل وشديد الوضوح للكلمة مين يحب اللي بقوله مين ما يحبوش صدقني لا يعنيني على الاطلاق مين هيعتبر ان الكلام ده حقيقي من قلبي ولا انا بقوله مجمالات وبتاع والله برضو لا يعنيني والله 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 لا يعنيني شوف لو عاوز تحط لنفسك في وقت من الاوقات انت كمواطن وانت كمواطنة ولو في حد من الشبان الزغيرين بيتفرجوا ولا حتى لولادنا اللي في سن المراقع وسنوي وعايز تحط لنفسك معيار للشجاعة بلاش كلمة شجاعة خليها للوضوح قول اللي جواك مين هينبسط مين مش هينبسط مش ده المهم لو قلت اللي جواك انت شجاعة شكرا